وحسن الله إليكم في سؤال آخر تقول إذا لم يتوفر المال لأسافر إلى بلدي أنا وزوجي فهل يجوز أن أسافر وحدي مع أولادي مع العلم أن سفري من الضروري إذا كان من أولادي أمن هو بالغ سن الرشد وهو عاقل فإنهم يكونوا محرماً لها أما إذا كان أولادها كلهم صغاراً دون البلوغ فإنهم لا يعتبرون محال وعليها أن تسافر مع محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمنوا بالله ويوم الآخر أن تسافر إلا ومعهدوا محرم ولو كانت محتاجة إلى السفر لابد من وجود المحرم الذي يسافر معها نعم